كما شهد مدبولي مرسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي والشركة المصرية لنقل القهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة ايميا باور الإميراتية لإقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج نحو 390 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا وعقب التوقيع أشر رئيس الوزراء إلى أن هذا التعاون يأتي في داء اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار في مجال إنتاج الطاقة الخضراء في مصر لما تتمتع به من ميزات نسبية في هذا المجال مما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الوفيرة والبنية الأساسية الملائمة فضلا عن موقعها الجغرافي الفريد ووجود إرادة سياسية لأن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة الخضراء اشتركوا في القناة